قانون بقاء الكتلة كان العلماء في القرن الثامن عشر يعتقدون أنه إذا تم حرق مادة ما فإن مادة تسمى فوليجستين تنبعث منها إلا أن العالم لافوسير وبعد عدة تجارب أثبت أن حرق أي مادة يتطلب إضافة أكسوجين وأدرك حينها العالم أن المادة من الممكن أن تتحول من صورة إلى صورة أخرى ولكنها لا تدمر ولا تفنى ووضع قانون بقاء القتلة الشهير عام 1789 والذي ينص على في التفاعلات الكيميائية المادة لا تفقد لا تكتسب وإنما تتحول من صورة إلى صورة أخرى بعد وضع قانون بقاء الكتلة ويسمى أيضا قانون حفظ الكتلة أصبح لزاما علينا وزم المعادلات الكيميائية بحيث تتحول كل الضرات المتفاعلة كل نواتج بدون فقدان أو اكتساب مثال عملية احتراق غاز الميثان وفيها يحترق غاز الميثان في جو من الأكسوجين مكونا غاز ثاني أكسيد الكربون وجزئي بخار ماء بوز المعادلة وتبقى لقانون بقاء أو حفظ الكتلة فإن كافة الضرات الداخلة المتفاعلة يجب أن نحصل عليها في النواتج بدون زيادة أو نقصان ترجمة نانسي قنقر